بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى انا اتشرفت في الايام السابقة بان انا زرت محافظة من محافظاتنا في الجنوب وزي ما سعدت جدا جدا باللقاءات اللي كانت موجودة لكن انا بحاول اركز شويتين ثلاثة على كل ما يتعلق بالمجتمع فوجدت ان فيه ظاهرة من الظاهر السلبية المنتشرة في كتير من قرانا ومحافظاتنا والدولة امت بجهد كبير جدا 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 في منع هذه الظاهرة لكن الظاهرة ما زالت موجودة والزاهرة دي تمثل تحدي تحدي في ايه؟ انا شايف ان الظاهرة دي بتعمل تحدي للكرام لان رسول الله سلم لما تكلم عن المرأة فقال ما اكرمهن الا كريم وما اهنهن الا لئيم فالزاهرة دي زاهرة تتعلق بالكرامة بتواجه بناتنا اللي في عمر الظهور هذه الظاهرة اللي بتواجه بناتنا اللي هما في عمر الظهور هي زواج القاصرات وممكن كمان يبقى زواج القاصرين كمان بس الاكتر بيكون في زواج القاصرات انا عايز اقول لكم ان الظاهرة دي زاهرة في الحقيقة بتوجع القلب لان هي في الحقيقة الظاهرة بتكشف عن مشاكل كتيرة جدا 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 الظاهرة دي اللي خلي انا اتكلمت عنها ان كمان انا في الاستشارات شفت كم من المشكلات والمصايب بسبب هذه الظاهرة بتخليني كل ما افتكر الظاهرة دي قلبي بتوجع واحنا في توفق وسعادة جايين نتكلم النهاردة نتكلم على حاجتين نتكلم على الظاهرة دي ومقاسيها اه للأسف هنتكلم عن الظاهرة دي ومقاسيها وفي نفس الوقت نتكلم عن اعمل ايه مع البنات اللي في عمر الظهور اللي حصل ان هما في العلاقة دي لازم نقول ان من الاسباب اللي بتسبب هذه الظاهرة مشكلات ضخمة بتبقى في الاسر مركز هذه المشكلات سوق مهاملة الاهل اللي بتخلي البنت بشكلة او باخر تقبل انها تتجاوز هذا الزواج اللي خلاص احنا عندنا مستقر انه هو حرام البنت بتشعر انها محرومة من العطف والحنان فبتلجأ لموافقة على جوازة في هذا السن الصغير طفلة بتتجاوز كنوع من انواع الهروب من الحرمان اللي موجود في اسرتها وبتقول انا مليش حد فاتجاوز بقى عشان يبقى لي حد احبه ويحبني ويحتويني طبعا هذه المشكلة بتتعشق مع مشكلة تانية ومصيبة تانية وهي عدم الرشد في التعامل مع الابن كنعمة اللي احنا اصطلحنا على تسميته ماذا كثرت الانجاب فلما يبقى البنت رقم من الارقام فما فيش اهتمام بيها ما فيش احساس بان هي نعمة ما فيش احساس ان البنت دي باب من ابواب الجنة ان الرسول الله سلم بشر الشخص اللي عنده هاتيك البنات اللي عنده ثلاثة من البنات دولة وعنده اتنين من البنات دولة وعنده واحدة من البنات دي فاحسن تأديبهن وتعليمهن كانوا له حجابا من النار فبننسى الكلام ده فيبقى البنات تحس ان هي مش متشافة مش موجودة فالله حاصل فتبقى البنت وهي غير رشيدة وغير فهمة لان انا وبحلل للظاهرة دي وجدت ان كتير من البنات بيبقوا اه فيه بنات بتكون رفضة هذا امر وفيه بنات بتبقى قبلها ان هي تتجاوز في السن ده فكان عندي سؤال اساسي ازاي بنت تقبل ده فكنت مضطر ان انا احلل للظاهرة واشوف ان سوء معاملة او التجاهل او الحرمان العاطفي اللي بيكون في الاسرة بيخليها تقبل له وفيه جمال دافع تاني عند البنات والأولاد ان هم عايزين يحسوا ان هم كبروا خلاص فيتجوزوا عشان يعيشوا زي الكبار ويبقى عندنا بيت احنا اللي بنتحكم فيه وبنعمل فيه اللي احنا عايزين ومحدش من اهلنا يتحكم فيه يبقى برضو مسألة مسألة تحكم الاهل الاهل امه اللي بيدفعوا الاولاد دفعا سيئا الى هذا الامر وهتلاقي بنات تانية بتقول انا ممنوع من كل حاجة في بيت اهلي ممنوع من الخروج من الفرسح مع اصحابي والقيام كثير من الاعمال ودايما بيتخنقوا معايا وبيخلوني اطبخ ونظف فنفسي اتجوز عشان اخرج واتأخر مع جوزي ومحدش ازا عقلي ومطبخش ومعملش حاجة في البيت ومحدش ازا عقلي طبعا ده كلام سازج وفي فكرة خطيرة كمان بتكرس في زواج القصر ان الولاد دولة قناب الموقوطة البلاد دولة قناب الموقوطة فلازم نجوزهم عشان نعفهم ودا مش صحيح فكل المشكلات اللي ممكن تحصل ليهم في التربية هتتحسن ويبقوا زي الفل ويبقوا لا تصالحين لو احنا اعتننا بيهم وراعناهم صلاح حالهم مش بيكون بالجواز في السن دي لانهم لا بلغوا ولا بلغوا بمعنى البلوغ العقلي ولا رشدوا ولا نضجوا لكن الجواز وهم قصر بيخليهم يتجوزوا وهم مش جاهزين ولا نطجين ولا عارفين ايه معنى الجواز وعلى فكرة اللي خلانا نتكلم النهاردة عشان زواج القصرات ده نوع من انواع تدبير مفهوم الجواز احد العناصر اللي بتنمر مفهوم الزواج ظواهر كتيرة جدا 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 منها زواج القصرات بنختزل مفهوم الزواج وبنخلي الزواج ده اكسر بزنسة ليه في حد جاي يشتري حاجة وبنخلي الانسان ده يتحول الى سرعة فبيشتريها ومش فاهمين ان الجواز الاولاد مش فاهمين ان الجواز ده علاقة من بين اتنين علاقة في كل جوانب الحياة فما انفعش يبقى فيه طرف من الطرفين مش فاهم ان الجواز ده استطعت تعامل مع الانسان باكمله فما انفعش هي او هو يكلموا مثلا من المخاطر اللي بتحصل لما بيدخلوا الجواز ايه اللي حاصل انهم يكلموا حد خارج اطار الجواز ويصحبوه لانهم مش عارفين الاطر الحقية للجواز وده حصل في الاستشارات كتير يبقى انت لو كنت عايز تعفها انت للأسف حطتها في موضع في غاية السوق وخاصة لو كان في فارق في السن ما بين البنت اللي بتتجاوز وزوجها في الحقيقة كل شخص بيحتاج الى محضن ينشأ فيه واول محضن بينشأ فيه هو المحضن الاسري فلو نهار المحضن ده بغياب الاب والام سواء غيابهم الحقيقي او حتى غيابهم الانساني ان يبقوا مش موجودين فميبقاش في معايير ولا ضواب السلوكية ولا اخلاقية الى اولادة هيتخرجوا مشوهين ومشوشين وللأسف هتبع عندهم احتياجات كتيرة غير مشبعة واتظهر في الفترات المراهقة ويويلهم لما يكون فترات المراهقة دي جايوا ان هم تحولوا في مكان هم مش عارفين مقتضيات العمر بتقضي ان هم يكونوا منطلقين ومقتضي الزواج بتقضي ان هم يكونوا مسؤولين فبيحصل لهم حاجات كتيرة جدا جدا وبيطلع منهم اسوأ ما فيهم للأسف ولو تكوزت البنت تحت السن القانوني ممكن يحصل لها حالات كتيرة جدا جدا من السيولة الاخلاقية فممكن تنجرف في علاقات خارج الزواج انا بواب على فكرة انا جاي باتكلم من واقع اللي بيحصل انا جاي باتكلم عن طريق عن الاستشارات اللي بتحصل وعن اللي بيحصل بشكل واضح فمسأل تكلم شخصة غير جزء لانها ما عاشتش الحب بتاع المراهقة مش معنا كده ان احنا بنادوا لحب المرأة لكن هي ما حستش بالمرحلة فالمرحلة مازالت موجودة عندها فبتحسها وبتعيشها بقول لكم المخاطر اللي بتحصل وبقول لكم الحقيقة اللي بتحصل الخطورة هنا مش بس على البنت القاصرة اللي تجاوزت لكن كمان على جوزها لانه مش بيلاقيها انثة مكتملة وده مش عيب فيها هي تبقى انثة مكتملة بخبرتها وبنضوجها اللي هي مش جاهزة دي دلوقتي لانه انثة مش اكتمال جاسة دي بس لكن اكتمال في معنى المرأة واكتمال في عقلها واكتمال كمان في مشاعرها واكتمال كمان في تجاربها في الحياة واكتمال في علمها فبكل الستة ادوار بتقوم بيها مع زوجها في حياته لكن البنت القاصرة البنت الطفل الزوجة الطفلة القاصرة دي ما تبقاش قادرة تقوم بالادوار دي مع جوزة ولا مدركة ولا هي مدركة اصلا الادوار دي عشان فيه ادوار ما ينفعش الانسان يبقى مدركة غير لما يمر بيها وهي ما ممرتش بيها ازاي هتقدر تحتويه ازاي هتقدر تقف جمه ازاي هتقدر تتجاوز الشدة ازاي هتقدر ترتب البيت لما يكون فيه اعباء كتيرة ولما يكون الزوج مش قادر مش قادر يقوم بالمسئوليات ازاي هتقدر يعتمد عليها ببعض المسئوليات كل الكلام دا ما ممرتش بيه فلما تيجي هو الزوج يطلب ده فما يلاقهاش امرأة فهيضطر يعمل ايه بقى تبقى هي سلعة مستخدمة مستهلكة فقط ويدور على امرأة تانية في بقى ازاي المشكلة ما بقيتش بس مشكلة انها كمان يبقى لها علاقة خارج الاطار الزواج ده هو كمان ممكن يبقى له عنده علاقة خارج الاطار الزواج فبيكون ده فيه تحدي عند الزوج انه هو ما يتحولش لمرب البنت الصغيرة اللي تجاوزها وهو مش هيربيها انه مش هيقدر يعيش معها كزوجة لكن كمنت متمردة مش واسق من اخلاقها كمان لان فيه كتير من الرجالة في مثل هذه البيئة اللي بيكسر فيها الزواج للقاصرات بيبقى عندهم اتهام للزوجة الاصغر منه سنا انا بكلمكم عن اللي بيحصل بالفعل فالزوج بيحس ان فيه حاجة نقصها نقصه انه ويكون مع ست بتعرف تتكلم معاه وتديله الاهتمام وتستوعبه فبيدور على المكمل الزواجي اللي تكلمنا عنه في حلقات قبل كده فيتعرف على سيدات ثانين خارج اطار الزواج عشان يدوله اللي هو محتاجه وزوجته الصغيرة مش قادر عليه اللي مش قادر تدوله فالمسألة دي خطر على قيم وحياة الناس على خطر على قيم وحياة المجتمع كله فيه مفهوم مخطئ عند الناس ان البنت او الولد اللي بلغ يتجوزه بس الكلام ده كممكن يكون مناسب في عصر من عصول الفاتد ان ما كانش الحياة فيها كل هذا التطور وكل هذه الادوار اللي بيقوم بها الانسان الحياة كانت سهلة بسيطة لكن الحياة الان مزيئة بالتفاصيل وعشان كده سيظل يرني في اوزني قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباقة تفلية تزاوب يعني الانسان لازم يكون مستعد فالمجتمع اصبح مش بسيط وما ينفعش يتجوزه ويوصله الرشد بعد جواز ده فيه اسرة تتبني ولزيك المشكلة الاساسية انها تبقى عندنا اسر مبتسرة عارفوا اسر مبتسرة يعني ايه مفروض الاسرة دي تدخل حضانة لانها اسرة طفل في حاجة اسمها مصطلح لزم الانساميه الاسرة طفل دي المفروض ما كانها الحضانة تتحط في حضانة عشان تستلد عفيتها وصحتها وعشان كده بيحصل في اوقات كتيرة جدا جدا صدمات عارفينها اهل الطب النفسي صدمة بنت قاصرة ما تتجوز وتفاجأ ان هي تحولت الى امرأة كاملة وهي لا تعرف فحصل لها صدمة ضخمة بنات بتنهار بنات بتحس بان هي ما تسويش حاجة كم من المتاعب النفسية بتحصل للبنات وخاصة مقاة لما يجي لها ولد فتبص الولد كده وتحس ايه ده هو انا عامل في ده ايه معقولة انا مسؤول عن بنا ادم فتحس بصدمة ضخمة جدا 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 الحالات اللي عادت معاها حالات في الحقيقة تدمي وسلام بقى بعد كده لما تيجي تحس ان ايه ده حياتها تسرقت منها وعشان كده البقى اللي احنا متكلم عنها في الجواز مش مقصود بيها القدرة على النكاح بس ولا مقصود بيها البقى الجسدية او المالية بس لكن كمان البقى النفسية والبقى الاجتماعية في كل دولا مطلوبين عند الجواز ان هم يقوموا بالبيت ولذلك لين اللي بيخليني بقول انه مطلوب منهم البقى النفسية والاجتماعية لاني ولهن مثل الذي علينا بالمعروف كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن راعيات ماينفعش تاخد حديث واحد وتطير بيه لازم تفهم كل الادلة من الاحاديث والايات وتفهم بيها نموذج الزواج كله ودي منظومة بنسميها منظومة التأهل التأهل الزواجي احنا بقى عندنا مصطرح اسمه التأهيل الزواجي عشان الناس ما تروحش تعبس بالزواج الادران اللي بتحصل من زواج القصرات لا حصرة لها ولا عد فلو ما كانش الجواز ده في مودة ورحمة مش هتبقى الخلافات مش هتلاحق على الخلافات ويصبح الزوجين مش قادرين انهم يعيشوا مع بعض وتتعدد العفة وتتعدد منظومة القيم وتتعدد مودة ورحمة ويتهدد كمان الصحة فده جواز مش صحي انا مش جاي بس اتكلم عن حكم الفقه بان احنا خلاص الفاتوى على ان جواز القصرات حرام احنا جاي ايه الكلام دلوقتي على ازاي الناس تبقى وعية ايه اللي بيحصل فمرحلة المراقل المفروض البنت بتكون لسه بتمر بيها بتكون مرحلة فوران ومحاولات للتعرف على الزات فبيكون الولد والبنت بيبحثوا عن هويتهم ولسه مش عارفين نفسهم وهم عاوزين ايه فساعات بيختلط عليهم الامر فلو اتجوزوا في مرحلة اللاخباطة دي فمش هيكون اختيارهم سليم وعزال جاعة نجد ان فيه حاجات بتشير ان الناس اللي اقل من سنه معين ما تخونش ما تشتغل ما تشاهدش ده لان سنهم غير مناسب وعشان كده احنا لازم نعرف ان اقل من سن 18 ده ده انسان مازال في مرحلة النطج لا يستطيع ان هو يتحمل مسؤولية اسرة لكن تيجي بقى الطيارات المتشددة وتقول بقى مدامة الفتاة بتطيق الجماعة ايه بقى خلاص نجوز احنا عندنا ان هي تطيق الزواج تطيق العيش مش بس كده وعشان كده الكلام اللي قاله التدين الكمي كان ليه اثار وخيمة عندما يحول الانسان يحول المرأة بكرامتها وبهذا المعنى الرائع اللي وضعها والمكان الرائع اللي وضعها حضرت النبي فيها فيحولوها الى كتلة وتتوزن وتتحول الى قطعة لح وما يتعاملوش معها كإنسان مكرم مش على انها اما لله سبحانه وتعالى او حتى يتعاملوا مع الولد على انه عبد لله سبحانه وتعالى بينهم وبين الله علاقة مميزة طيب هم ليه بيقولوا الكلام ده لان تصورهم عن الحياة في مشاكل اول حاجة في تصورهم عن الحياة ان اصحاب التدين الكمي عايزين يعيشوا للأسف هم بتوهموا ان هم كده بيعيشوا عصر النبي وده كذب حضرت النبي لما طلبناش ان احنا نعيش عهد وعلى فكرة فيه تعدي على القدر وعلى الامان بالقدر لما حد دي بيعيش يعيش يكون هو في عصر وبيعيش عصر تاني لان اللي قدر ان انت تكون هنا وجعلك تقوم باعمال هنا وراضي لك ان تحيي هنا والله فتجاوزك ده واسرارك على انك انت مش تعمل بمراد رسول الله ان انت تحيا حياة رسول الله مش تعيش عصر رسول الله ده نوع من انواع عدم التسليم بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدري امر التاني خطر التاني ان هو عايز يحاول المرأة الى ما يسمى بمفهوم المرأة الجائزة اللي هيحصل عليها الرجل لما يصبح مقاتل ولا لما يصبح ملتزم بقاوم الحياة كلها فياخد بنت صغيرة وتبقى جايزته وهي لسه ما نضجتش بس هو يحس ان هو هيشكلها بايده وتتحول الى بنا ادم من غير حقوق هو يستطيع ان هو يوصل له المفاهيم اللي هو عايزة بس هو يحصل على الجائزة الجنسية فلما تتحول لجائزة بتتحول لمفهوم الامة مش الانسان الحر المكرم فمفهوم الطاعة والقاومة عنده مفهوم مش بيجعل المرأة عندها مكانها لا بيجعلها جايزة يمكن ان يحصل عليها وقت ما يعوز الحاجة الثالثة ان هو عايز يخلي الناس تنجازب للطريقة الكمية بتاعته فهو في الغلب بيخاطب الشباب فلما ييجي يكلم الشباب على تحويل المرأة لجائزة جنسية هينجازبوا جدا لهذه الطريقة واذاك شفنا في السبعينات والثمانينات والثمانينات ان شاب يكون مش مؤهل ما عندوش ما يتزوج بيه مرأة عم مؤهله لا يتناسب مع مرأة ويروح يتجاوز عم مرأة عندها دكتوراه ليه طيب لانه اصبح في وجهة نظره كف اله لانه هو خلاص بقى بالتزامه ده ويفسر حديث الرسول ده صام اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه دينه وخلقه لما يكون متواضع لما يكون من اهل العلم فيعرف قدر العلم مش انه هو شايف نفسه انه هو عنده خلق فادى ذلك الى اثر سلبية كثيرة جدا جدا مش هادر اكلمكم في هذه الحلقة عنها لكن ممكن في حلقة في حلقة خاصة اكلمكم عن الاثار السلبية للخلل اللي حصل على ايدي التدين الكمي فيما يتعلق بالكفاءة المشترطة في الزواج فندج عندها اثار سلبية وخيمة مهما كان مستوىك انت هتحصل على الجائزة فهو بيشعر المرأة دايما لابد ان تكون دونية وتتحول الى سلعة يا جماعة هذا الطريقة في التفكير هذا تفكير مريض بيفهم الناس كل حديث رسول الله سلم بيفهمه مخطئ ويجعل للانسان نوع من انواع الطبقية الدينية اللي احنا تكلمنا عنها وارجوكم شوفوا حلقة الطبقية الدينية فلو راح الشخص ده اللي هو بيقول انه هو شايف نفسه انه مرضى الدين يتقدم لوحدة وهو اقل منها واهلها رفضوه يبقى هو ايه يبقى بيرفضوا الدين حاوزوا بالله ونجد ناس من الطيرات المتطرفة بتقوم بنشاط تحت شعار اه شفت الفيديوهات اللي بتحصل تحت شعار الجواز وبيساعدوا الرجالة من نفس طيرهم المتطرف على الزواج من بنات صغيرات ما بلغوش لنه من بلغوش السن ويطلعوا على وسائل التواصل ويفخروا بان الجوازة دي ما كلفتش العريس غير مبلغ صغير والبنت عندها 18 او اقل من 18 وهو عدى ضعف سنها ويبقى دوات سببه الاسف يعني بيستغلوا جاهل الاه وانهم عايزين يخلصوا من عبق المصاريف البنت فبيوفق على انهم يجاوزوها ويقدم دوات للأسف ذلك المتطرف يقدم ده على انه هو بيسهل الجواز هو مش بيسهل الجواز هو بيسهل بيع البنات ويخرجوا بقى البنات من التعليم والبنات تبقى في حالة في غاية السوق ونوصل لازل موتي بعض البنات القاسرات لما بيتجاوزوا بيحصل لهم صدمة في العلاقة لانها لسه ما نضجتش طب نعمل ايه بقى عايزين شوية اجراءات عشان نحاول نعمل كده انا اول اجراء لو سمحتم لو اي حد انا آسف لو اي حد بنته اتجوزت في سن صغير ده هي تحتاج الى دعم نفسي ده كلام مفهوش فصار هي تحتاج الى دعم نفسي دعم نفسي اذا ما كانتش عشان تخرج مما هي فيه من الاعباء نفسية لكن عشان تقدر تكمل عشان تقدر تكمل لما تنضج لابد ولابد من هذا الوضع الوضع الغير قانوني لابد ان الاهالي يراعوا ربنا فيه في اولادهم دول فلازات اكبادنا اللي مش قادر يربي اولاده كان من الاول خالص كان يفكر من يوم مرة لما يفكر لما يخلف بالاربعة والخمسة والستة كان لازم يفكر هناك لازم يفكر من الاول طب واذا ما فكرش يطلب من الدعم يطلب يطلب الناس تساعده ازاي بس ما يعملش الجريمة دي ما يجوز بناته ما يجوز بناته وهن اطفال يبقى حمال لازم يبقى عندنا حوالات حمالات توعية بمخاطر زواج القصر تجوب المحافظات والقرى وانا عارف ان فيه جهود كبيرة جدا جدا بتحصل من وزارات كتيرة معنية بس احنا محتاجين ده كلام كمان ومحتاجين كمان نتكلم عنه في الخطب انا بكلمكم على ان احنا محتاجين من احنا صغيرين من اولادنا وهم صغيرين لازم نربي بناتنا واولادنا على انهم عزاز لازم نربيهم على انهم كريمات لازم نربيهن على انهن دولة نعمة من نعم ربنا وان الانوسة دي فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى ارجوكم تعالوا نقف مع بعض لان في الحقيقة احنا مش هقدر اتحمل ازى الاطفال انا البنت تحت سن القانوني هي طفلة ولا يجوز ان نهلك طفلة بان نجعلها تحمل بيتا على اكتافها الاطفال في محل التعلم في محل الرشد في محل النضوج وليست في محل ان يتحملوا اخطاء تفكرنا ارجوكم ارحموا الاطفال اطفالنا امانة عندنا وان شاء الله سبحانه وتعالى سيجعلنا بمقدار هذه الامانة وان شاء الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الامر في خير حال وان شاء الله نستمر في هذه الجهود التي بها نمنع هذه الظاهرة وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا ان شاء الله بسنة دي ومدى دي نقوم لواجبنا نحو أولادنا المرأة كريمة وستظل كريمة وسنظل نسعى إلى تكرمها في كل مجالات الحياة يا رب جعلنا من أهل هذا التوفيق ومن أهل هذا السادات وجعلنا يا رب على الدوام من أهل رحمتك وفضلك وكرمك فاصل نرجع لحضركم عشان نجيب على أسئلتكم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم مباركة ونخصص لها وقت ونجيب عليها ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما المدد والتوفيق والسادات في كل ما نقول يا رب العالمين ومعنا الأستاذة عبير من بني سويف أستاذ عبير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك يا دكتور عملي فضل ونعمة الحمد لله يا ربي دائما لو سمعت يا شيخ أنا بس كده أحكي لك حياتي كده ملخص ديئة واحدة هتحكي حياتي كلها في ديئة واحدة؟ ديئة واحدة طيب تفضل أنا كافيهم مصارفهم وتعلمهم وكل حاجة أجاوب على حضرتك أستاذ عبير أستاذ عبير زواج حضرتك من عدم زواجك ده مسألة ملعاش دعوة بر الوالدين مسألة دي تخصك أنت بر الوالدين فيما يخص والدتك هي اعتبر الكلام اللي هي بتقولولك ده كلام نصيحة وما تعتبروش بيضغط عليك وحاولي تفاهميها أن أنت محتاجة تعملي حاجتين محتاجة تتعافي الأول من تجربة الزواج الأولى ومحتاجة كمان أن أنت تفكري في حياتك إزاي هترتبيها وبكده تأجل الموضوع وتبعدي عنك شوية الضغوط اللي أنت عليها لكن أنت لو بتسأليني أعمل إيه يعني هل ده واجب علي أن أنا أسمع كلام والدتي وروح أتجوز وأنا مش مستعدة للجواز لا مش واجب عليك طب وهل ده مش حقوق والدين لا مش حقوق والدين وأنا بكلم الأم الكريمة لا ده مش من حق حضرتك أن أنت تفردي عليها أنها تتجوز وخاصة لو كان عندها سبب مهم وأنها مش عايزة وحد يسألني هل يجوز أن أنا ما تجوزت عشان أفضل أربي أولادي آه يجوز وده مش حاجة سيئة خالص بالعكس بل قد يكون ده الأحسن لزوجها هي خلاص ما بقتش قادرة تتعامل مع ده بس إذا كانت هي تستطيع أنها تدير شؤون حياتها وتستطيع أنها تعيش فأنا بس قلت لحضرتك الحكمين الحكم الأولاني لا ما يجيبش عليك أن أنت تزوجي استجابة لولدتك وإن شاء الله ده وهذا ليس من حقوق الولدين وبأكلم الأم الكريمة أنا عارف مدى شفقتك على بنتك لكن خليها تتعافى خليها تتعافى لأن التعافي من الزيجات السابقة يعني دوة أمر بيأخذ وقت طويل وبيكون حسب الشخص نفسه أمر الثاني أن أنت تفظلي ما تتجوزيش من أجل الحفاظ على أولادك ده أمر شرع وجائز وليس فيه شيء وربنا إن شاء الله يحفظك ويبارك لك في أولادك إن شاء الله نقول لأستاذ ياسر من الغربية أستاذ ياسر معنا أنا مسألة يا دكتور اتفضل يا أستاذ ياسر حضرتك أنا والدي توفى من 24 سنين الله يرحمه يا رب ورشخ 42 إرطت زراعي شرعي مرش شرعي فأنا في الوقت أعمل اعتبار حضرتك لأخوية كبيرة أعمل اعتبار لأخوية كبيرة فمش عارف أعمل إيه أبيع ولا ما بيعش هو دلوقتي أخوك كبير جر ليك في الأرض ولا لا آه آه أخوية كبيرة وأحمد وعمر كل واحد لهم 42 إرطة كويس فأنت عايز تبيع عايز تبيع أنا عايز تبيع عشان أتجوز أنا عايز أبيع عشان أتجوز كويس إيه عايز تبيع إذا أتجوز أخوك عرض عليك أنه يشتري بنفس السعر ولا لا هو حضرتك معاوش المبلغ ده خلاص فأنت دلوقتي عايز تبيع عايز تبيع وهو معاوش السعر اللي هو يشتري بيه خلاص يبقى كده يجوز لك يبقى كده يجوز لك أن تبيع فبيع وليس عليك أي إيه أي إيس لأن خلاص حتى أشكال الشفعة اللي هي شفعة الشركة أو حتى من قال بشفعة الجوار مش هتبقى موجودة لأنه هو مش هيشتري ليس معنا الشفعة أن أمنع أن أقيد حرية الشخص بألا يبيع لكن إذا أراد إذا أراد من له الشفعة أن يشتري يشتري بثمن المثل خلاص فيجوز لكن أن أنت تبيع وليس عليك اسم أستاذ ياسر خلاص يا سادة إحنا نهاردة تكلمنا في موضوع مهم جدا جدا وهو موضوع زواج القاصرات وحطينا شوية أمور لابد أن احنا نتعامل معاها في هذه المسألة سواء داخل الأسرة مبكرا أو سواء كمان في مسألة التوعية المجتمعية يا سادة نسأل الله سبحانه وتعالى النواة يعنى ويكتب لنا الخير ويجعلنا من الرشدين في كل وقت وحين ويجعلنا على سبيل سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم فندخل معه الجنة في رضا ورحمة رب العالمين يا أرحم الراحمين